طيب ساد عبدالخالق أنت كنت موجود بالاتحاد العربي وموجود بالاتحاد الآسيوي لكن باختصار ردك يجاوبني على السؤال البعض اتهمكم أنه أنتم ما فدتوا العراق بتواجدكم في المناصب داخل الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد العربي اليوم ردك شي يكون ليش ما فدتوا العراق أنتم الساد عبدالخالق في هذه فترة تواجدكم شو تردوا عليهم؟ شن اللي شن اللي صار شن اللي صار ضد العراق حتى أنا ما ندافع رفع الحضر اللي اليوم موجودة تترفعها رفع الحضر لو الحضر اليوم بزمنك تقدر ترفعها رفع الحضر فهو صار بزمنكم وبزمن عبطان رفع الحضر صار بزمننا نعم زمننا أنا عبطار أنا لسويسرا وبعدين أيضا نعم نعم دقيقة صار مباريات ودية نعم أيضا قبل التصفية خلي أشرح لك لكن اليوم اليوم أنت شو تشوي تقدر ترفع اليوم هذا سؤالي تقدر ترفع اليوم تسأل عبدالخالق أنا باللحظات الأخيرة يا عبيبي هسا نور خل نور أنت خلي أكمل الجواب تسألي وتسألي سؤال الثاني ما عندي وقت تسأل عبدالخالق خلص الوقت أنت قبل ما عندك وقت شا أسوي تسأل سؤالي معان الواحد تفضل تفضل أول شيء أول شيء يجي قرار قبل التصفيات يجي قرار بعدم اللعب في العراق نعم وأنا أصريت بإجراء المباريات تصفيات كأس العرب في العراق نعم وقدمنا الشكوى لدى معكبة الكأس ولكن صار اتصال بالرئيس الاتحاد الأسيائيبية نعم أن نوقف الشكوى اللجنة تجي تزور مرة ثانية البصرة نعم يجي اللجنة وصارت الموافقة على إجراء تصفيات كأس العالم نعم في ملعب البصرة وصار معه هونغ كونغ وبعدها صار مظاهرات في البصرة والوضع غير آمن في العراق تم نقل التصفيات ولكن من المفترض هي التطبيعية بعد استلامهم يتعرقون على إعادة المباريات في العراق ما صار التعرق نعم الآن فاتت فاتت الوقت ما عد يقدر الآن يرجع المباريات في العراق من خلال التصفيات نعم هذه مباريات الثلاثة تبقى في قطر نعم مباريات مع السوريا ومباريات مع الكوريا ومباريات مع إمار تبقى في القطر مع الإمارات نعم نعم